السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد سنتعرف معا في هذا الفيديو على مواصفات وسعر السامسونج جالكسي اس 22 ألترا أفضل هاتف في العالم لسنة 2022 قبل أن نبدأ الفيديو لا تنسى الأعجاب بالنقر على الزر لايك إذا كان لديك أي استفسار اكتب لي تحت في التعليقات أما إذا كانت هذه أول مرة تشاهد قناتنا لتضيع هذه الفرصة اشترك الآن وفعل زر الجرس لتكون متابع لآخر الأخبار وتطورة التكنولوجيا أولا بأول بداية مع الشاشة يأتينا الاس 22 ألترا مع الشاشة كبيرة بحجم 6.8 إنش من نوع الديناميك أموليد 2 إكس مع ريفريش ريت تردد شاشة 120 هرتز نسبة الاستحواذ هنا عالية جدا تقريبا ليوجد حوف في الجهاز نسبة الاستحواذ تصل إلى 90% كذلك الجهاز محمي بأفضل طبقة حماية من شركة كورنينج غوريلا جلاس فيكتوس الظاهر أيضا محمي بكورنينج غوريلا جلاس فيكتوس والفريم مصنوع من الألومنيوم أكيد الظاهر مصنوع من الزجاج كما نجد في الظاهر أربع كاميرات خلفية وفلاش LED الكاميرا الأساسية هنا تأتينا بدقة 108 ميجا بيكسل وبفتحة عدسة F1.8 الكاميرا الثانية كاميرا بيريسكوب تلي فوتو تأتينا بدقة 10 ميجا بيكسل هذه الكاميرا أصدقائي تعطيك إلى حد 10 إكس أوبتيكل زوم 10 مرات زوم طبيعية الكاميرا الثالثة كاميرا تلي فوتو تعطيك 3 إكس أوبتيكل زوم هذه الكاميرا أيضا تأتينا بدقة 10 ميجا بيكسل أما الكاميرا الرابعة فهي كاميرا ألترا وايد لتصوير الزبية الواسعة تأتينا بدقة 12 ميجا بيكسل وبفتحة عدسة F2.2 الاس 22 ألترا يصور الفيديو بدقة 8K مع 24 فريم في الثانية كما يصور أيضا بدقة 4K مع الخيار بين 30 أو 60 فريم في الثانية كاميرا السيلفي عمليقة هنا تأتينا بدقة 40 ميجا بيكسل 40 ميجا بيكسل فعلا ستعطيك صور نهائية مميزة جدا حتى كاميرا السيلفي تصور الفيديو بدقة 4K مع الخيار بين 30 أو 60 فريم في الثانية الاس 22 ألترا كغيره من سلسلة الاس 22 يتوفر بنسختين نسخة سناب دراجون ونسخة إكزينوس نسخة الإكزينوس هي إكزينوس 222 بمعمارية 4 نانومتر هي النسخة التي سنراها في جميع الدول العالم معداء الولايات المتحدة الأمريكية الصين والهند الذي ستكون هناك متوفرة نسخة كوالكم السناب دراجون 8 جنريشن 1 بالنسبة للنسختين أصدقائي لا يوجد أي فرق في تجربة الأداء كلا المعالجين سيعطيك أفضل تجربة أداء بدون استثناء الجهاز أيضا هنا يأتينا مع أحداث واجهة من شركة سامسونج الوان يو آي 4.1 وكذلك أحدث نسخة لأندرويد الأندرويد 12 بالنسبة للبطارية هنا بطارية عملقة تأتينا بحجم 5000 ميلي أمبير والأهم أن الجهاز يدعم الشحن السريع بسرعة 5.4 وات يدعم أيضا الويرلس شارجينج الشحن السريع بسرعة 15 وات ويدعم الريفورس ويرلس شارجينج الشحن السريع العكسي بسرعة 4.5 وات الاس 22 ألترا أزيقائي يتوفر بأربعة نسخ هنا 128 جيجا للمساحة الداخلية و8 رام للنسخة الأولى 256 جيجا مساحة الداخلية مع 12 رام للنسخة الثانية 512 جيجا مساحة داخلية و12 رام للنسخة الثالثة وما النسخة الوحش فتأتينا مع 1 تيرابايت للمساحة الداخلية مع 12 جيجا للرام الألترا يأتينا مع يو اس بي تايب سي بصمة على الشاشة ستيريو سبيكرز ولا يدعم مدخل ثالثة ونص ميلي للهيدفون جاك الجهاز هنا يتوفر بسبعة ألوان اللون الأسود اللون الأبيض اللون الأخضر اللون الغرافيت ريد وهو اللون الأوفيشل هذا اللون الأحمر وسكاي بلو هذه هي كل الألوان التي يتوفر بها الاس اثنيني وعشرون ألترا أما فيما يخص السعر فيبدأ من 1199 دولار مع النسخة الأقل وهو يعتبر سعر ممتز جدا لهذا الجهاز فعلا السعر هنا مرتفع جدا لكن مقارنة بما ستأخذه يعتبر سعر عادي جدا فهو أحد أفضل الأجهزة في العالم إن لم يكن الأفضل إلى هنا أصدقائي وصلنا إلى ختم هذا الفيديو أشكركم على المتابعة تمنى أنكم استفتوا من الفيديو أعجبكم لا تنسوا اللايك سبسكرايب وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد أراكم في فيديو قادم إلى اللقاء وشكرا